استعدادات على قدم وساق للانتخابات التكملية لمجلس الأمة توليها وزارة الصحة اهتماماً بالغاً ترجمت باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من خلال توفيرها لعيادات في مختلف المقار الانتخابية وبتجهيز سيارات الإسعاف ضماني سلامة وصحة المواطنين اتخذت وزارة الصحة جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية استعداداً للانتخابات التكملية لمجلس الأمة المقرر إقامتها في السادس والعشرين من الشهر الحالي تمثلت بتوفير عيادات وتجهيز سيارات للإسعاف وجهوزية عدد كبير من الطواقم الطبية دائماً إجراءاتنا احترازية واحتياطية في هذا الأمر وعندنا يعني عيادات نضاحة في مراكز المحتاجين لها وإيضاً سيارات الإسعاف وفي خدمة أهل الكويت أيضاً من ناحية كبار السن وغيرة والمعاقين وأي من كان يحتاج خدمات واحتياجات خاصة لها فنحن إن شاء الله في أتمان الاستعداد ولدينا لجنة إحنا في هذا الأمر ويسأل دكتور خد السهل ووكير وزارة فعلى أتمان الاستعداد لها إن شاء الله ونتمنى التوفيق للجميع وحنا راح يكون منسق بيننا وبين منه وزارة الداخلية نحدد الأماكن المغرات الانتخابية راح نكون هناك في عيادات راح تكون هناك في سيرات إسعاف في ممرضين وفي أطبة ويكون في كنترول روم حق مثل هذه المواضيع فقد تم توفير ثلاثون عيادة موزعة في مختلف المقار الانتخابية وتجهيز خمسون سيارة للإسعاف موزعة وفقاً للكثافة السكانية لكل دائرة جهزنا تقريباً ثلاثين عيادة حق الانتخابات خاصة هي تكون بالدائرة الثانية والثالثة والرابعة فثلاثين عيادة تكون جهزة من ناحية الإسعافات والسيرة الإسعاف والمسعفين والتمريض وعندنا تواصل مع وزارة العدل مع القضاءات ومع وزارة الداخلية في عندنا تواصل بينهم مع بعض وزارة الصحة شكلت فريقاً لمراقبة الأطعمة التي تستقدمها شركات التغذية وكذلك مراقبة العمالة القائمة على توزيعها واهتمام وزارة الصحة كذلك بكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والحالات الطارئة في هذا الحدث الديمقراطي الهام وثمن شركات تغذية تقريباً للهذا فحيكون فيها رقابة للغذاء عندنا في عندنا من الصحة العامة من إدارة الصحة العامة حيكون لهم الدور في رقابة الغذاء من ناحية تغذية للقضاءات والموظفين الموجودين من الانتخابة نعم فيه اهتمام كبير عندنا سيارات عندنا تقريباً تجهزاته مثلاً الويلشير الكرسي المتحرك لهم جهزينهم مع الهلال الأحمر في تواصل بينهم مهتمين الموضوع هذا إذن وزارة الصحة أعلنت عن استعداداتها وجاهزيتها ليوم الانتخابات التكملية وذلك من خلال تفعيل كافة طواقمها وقطعاتها الصحية وذلك بهدف المحافظة على صحة المواطن في هذا الحدث الديمقراطي الهام لما أبو علاوي تلفزيون دولة الكويت اشتركوا في القناة